بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبناء طلاب الصف السادس ابتدائي في دست جديد ومهرة جديدة في مادة التربية البدنية معي أنا الأستاذ ماجد الحميدان درسنا لهذا اليوم سيكون في ختام محدة التنس ومعندنا درسين الأولى مهارة وهي الضربة نصف الطائرة والثانية جانب قانوني في لعبة التنس دائما أذكر بالمتطلبات بشكل سريع وأكيد حفظتوها وهذه المتطلبات يفترض قلنا تكون طوال أيام حياتك خصوصا لممارسين الرياضة أولا نتجنب السهر وننام بشكل كافي من 9 ساعات إلى 11 ساعة ليلا نهين تناول ثلاث وجبات صحية في المنزل فطول غدا وعشاء أيضا الاتداء الزي المناسب أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية أيضا الوقوف في المكان المناسب وأداء التمارين في مكان مناسب لما نقول مناسب أي آمن من حيث التهوية آمن ما يكون في أترب أو غبار أيضا آمن بعدم وجود عوائق قد تتسبب لك لا سمح الله بإصابات أو كسور طيب أخيرا شرب كميات كافية من المياه ودائما أنوه على هذه النقطة نحن نشرب الماء غالبنا يكون أثناء العطش أو فقط إذا جدينا نعطش نشرب الماء لا يفترض أن شرب الماء يكون طوال يومك خصوصا قبل وأثناء وبعد مارسة النشاط البدني لأننا نلاحظ إذا مارسنا النشاط البدني تسامنة تفرز أو تتعرق وهذا يفقد سواء الملجسوم من عموضها بالماء أثناء ممارسة النشاط البدني الفوائد الفوائد كثيرة جدا لو قلت لكل طالب إذ كل فائدة رح يذكر لكن نتكلم أنها تحسن لياقتك ودائما ممارسة الأنشطة الهوائية تحسن لياقتك القلبية التنفسية وتخليك قادر أنك تصل لمستوى عالي وعناصر لياقة كثيرة وتكلمنا عنها في دروس سابقة أيضا تحسن صحة عقلك ومزاجك الكثير إذا مارس رياضة يكون سعيد وممسوط بمارس الرياضة ثلاثة تظهر شكل جسمك بشكل جميل ومتناسق أيضا تقيك بإذن الله من الأمراض مثل السمنة والسكري وغيرها أخيرا تخليك قادر على مارسة جميع الأشياء أو جميع عمالك اليومية خصوصا الرياضية عرفنا المتطلبات وعرفنا الفوائد إذا عرفنا المتطلبات وليس فقط نحفظها يفترض أن ننطبقها الحفظ لا يكفي إذا حرضنا المتطلبات لا تفي بالغرض يفترض حتى نستفيد ونستمتع نطبق المتطلبات بشكل صحيح عرفنا المتطلبات وعرفنا الفوائد يا أبطال جاهزين ننتقل للإحماء أول تمريم معنا هذا اليوم جري خفيف في المكان جاهزين يا أبطال على القدمين قف جري خفيف في المكان تمريم جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع تمان تسع عشر واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع تمان تسع عشر يعطيكم العافية يا أبطال نعيد تكرار نفس التمرين لكن نزيد السرعة قليلا جاهزين يا أبطال مع بعض تمريم جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع تمان تسع عشر واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية يا أبطال انتهينا من التمرين الأول خلونا ننتقل للتمرين الثاني اللي هو تبادل فتح القدمين عرضا ضم القدمين واليدين تبادل فتح القدمين عرضا تمريم جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية يا أبطال نريح شوي ثم بعدها ندخل ونعيد تكرار نفس التمرين ضم القدمين واليدين تبادل فتح القدمين عرضا تمريم جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر أبطالي أعطيكم العافية نريح قليلا طيب إذا فترة الراحة لازم نستعيد أنفاسنا حتى نستطيع استمرار في ممارسة الأنشطة دائما نسوي طريقة تحاول فيها تهدي نبض القلب أو نخفض عدد نبضات القلب حتى نستطيع استمرار في ممارسة الأنشطة وقلنا اسم العملية سابقة وهي عملية شهيق الزفير والأكيد حفظتها وحفظت طريقتها وهي سحب الهواء بكل هدوء من الأنف وإخراجه بكل هدوء من الفهم جاهزين يا أبطال مع بعض سويها من مرتين إلى ثلاث مرات طيب تمرين الثالث لهذا اليوم ثاني الجذع لناحية اليسار عدتين ولناحية اليمين عدتين نبدأ بجهة اليسار عدتين ثم جهة اليمين عدتين جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاث اربع يسار اثنين يمين اربع واحد اثنين ثلاث اربع يسار اثنين ثلاث اربع واحد اثنين ثلاث اربع يسار اثنين يمين اربع واحد اثنين ثلاث أربع آخر مرة جماعة قف يعطيكم العافية أبطال كرر عمرية الشهيق والزفير كل ما احتاجنا لها أو بين كل تمرين وتمرين مع بعض نسويها أبطال ننتقل للتمرين الرابع الآن يا أبطال ودائما ننوه أن التمرين هذا نسويه يفترض بشكل صحيح ما تكون رجولنا مقفلة ما تكون مفتوحة بشكل كبير تكون مفتوحة باتساع الكتفين أو أوسع قليلا تكون اليدين أمام مقدمة الجسم لحفظ التوازن النزول كاملا والسلود كاملا بشكل مستقيم وندقق دائما ما يكون فيه ثاني في الرقبة أو في الجذع حتى ما نسبب لأنفسنا بإصابات في أسفل الظهر أدي التمرين كل هدوء مع بعض أبطال تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال نحرك القدمين شوي قليلا في المكان أو نمشي قليلا في المكان أو نجري بالمكان شوي ثم نعيد تكرار نفس التمرين نفتح القدمين بالتساع الكتفين أو أوسع قليلا اليدين أمام مقدمة الجسم لحفظ التوازن النزول كامل والسعود كامل من دون ثني الجذع أو الرأس حتى ما نتسبب بإصابات جاهزيني أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال انتهينا الآن من إحمان ندخل للإطالات ونبدأ دائما بالتمرين الأول أن نزول على قدم واحدة محاولة الوصول إلى أقصى قدر تستطيع الوصول له آخر قدر تستطيع الوصول له هي أصابع القدمين لكن ما نحاول نثني الركبة حتى نصل إلى أصابع القدمين لا كده نكون ما استفدنا من التمرين حتى نشعر بالعضلة نحاول الوصول إلى أقصى قدر بدفع الجذع للأمام ومن دون ثني الركبتين طيب كيف أصل إلى آخر قدر أستطيع الوصول له هي أصابع القدمين هذا بالاستمرار في أداء تمرين الإطالات بشكل مستمر تكسب عضلاتك مرونة وتستطيع الوصول إلى أقصى قدر ممكن والمرونة درس تكلمنا عليه في السابق وهو من أهم عناصر اللياقة البدنية حتى نستفيد مع نثني الركبتين يا أبطال حتى نشعر بالعضلة الخلفية للفخت جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر القدم الأخرى يا أبطال القدم الأخرى واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية يا أبطال أكيد مررنا العضلة الخلفية للفخت أيضا العضلة الأمامية نعطيها التمرين دائما بالشكل اللي طاهر في الصورة طبعا تستطيع أداء التمرين من مكانك ولكن من الأفضل أنك تتكع على جدار أو على جسم ثابت بالشكل هذا حتى لا تفقد التوازن وتسقط جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر لقدم الأخرى يا أبطال لقدم الأخرى واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية يا أبطال لنتقل الجزء العلوي من الجسم نبدأ بالتمرين أول سحب الكوع أو المرفق للخلف حتى تشعر بالعضلة الخلفية هنا جاهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر ليد الأخرى يا أبطال واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية أبطال تمرين أخير هذا اليوم سحب اليد اليمين إلى اليسار باليد اليسرى والعكس سحب اليد اليسار إلى اليمين باليد اليوم نجهزين يا أبطال مع بعض تمرين جماعة ابتدي واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يد الأخرى يا أبطال واحد نين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر يعطيكم العافية يا أبطال كده نكون انتهينا من الإحماء ولما نتكلم عن الإحماء أو نتكلم عن مرسة الرياضة احنا مرسنا الرياضة تقريبا من نفس المكان اللي احنا واقفين فيه فمعناتها لا يوجد لديك عذر لعدم ممارستك للرياضة المكان البسيط اللي انت واقف به تقريبا أديت تمرين لمدة عشر دقائق تمارين جدا بسيطة والتمارين كثيرة جدا يتستطيع عداها في نفس المكان أيضا تمرين الاطالات لها أشكال مختلفة كثيرة وتستطيع عداها في نفس المكان فلا يوجد لديك عذر لعدم ممارستك الرياضة لصحتك ومثل ما تكلمنا قبل أن الرياضة لها فوائد عدة وتكلمنا عليها في بداية كل حصة حتى نتمتع دائماً بالصحة جيدة يفترض علينا ممارسة الرياضة وما نقلق لأنفسنا أعذار لعدم ممارسة الرياضة يعطيكم العافية يا أبطال ننتقل نتستذكر وشخدنا في الدرس الماضي أخذنا الضربة الطائرة المسقطة في لعبات أو رياضة التنس الطالب يراه للخلف ليستعد ويقصد بهذه الضربة ضرب الكرة وهي طائرة يعني وهي في الهواء وإسقاطها في منطقة قريبة من الشبكة في ملعب المنافس في هذه الضربة تسحب رياض لضرب الكرة ومضربه بجانب الجسم والقبضة تكون قريبة من الركبة في الساق المتقدمة وبمجرد نقل الرسخ للخلف تجعل شبكة المضرب بوضع مائل بحركة بسيطة من الذراع للأمام في إثناء استطام شبكة المضرب بالكرة سوف ترتد الكرة خفيفة إلى ملعب المنافس وتسقط قريبة من الشبكة داخل ملعب المنافس معناتها الكرة في لعبة التنس مشارك تضرب الأرض حتى أنقلها الملعب المنافس حتى وهي في الهواء أستطيع أن ألعبها لذلك إذا الكرة جيتني عالية والمنافس يقف بعيدا في الملعب ألعب الكرة بالشكل اللي ذكرناها في المواصفات وتطرقنا لها بشكل أكبر في درسنا الماضي يكون المضرب للخلف الرسخ أيضا للخلف ضرب الكرة بالقرب من الشبكة الكرة وهي جيتني تكون تلامس فقط شبكة ندفعها دفعة خفيفة ليه ما نضربها؟ لأنه لو ضربتها بشكل كبير رح تصل لمنتصف الملعب رح يستطيع اللحاق بها المنافس لذلك هي ضربة هجومية يفترض فيها الاستفادة حتى أكسب نقطة وشرحناها قلنا بشكل أكبر في الحصة الماضية الأهم من ذلك أني لما ألعب الكرة ألعبها بشكل خفيف بالقرب من الشبكة والكرة في الهواء وألعبها في التوقيت المناسب ليس أي كرة عالية ألعبها بالقرب من الشبكة أنا لازم أخذ تصور كامل عن الملعب وعن المنافس هل يستطيع اللحاق بالكرة أو أني ألعبها بضربة أخرى إما الأمامية أو الخلفية أو الساحقة لذلك يفترض اختيار التوقيت المناسب إذا كانت تناسب للضربة الطائرة المسقطة أديها وفق الخطوات الفنية التي ذكرناها وتطرقنا لها بشكل أكبر في الحصة الماضية طيب انتهينا في وحدتنا من الإرسال المعكوس والإرسال من تحت الذراع والضربة الطائرة المسقطة اليوم سنأخذ الضربة نصف الطائرة والقوانين الحديثة التي تحكم اللعبة الضربة نصف الطائرة أحد المهارات في لعبة التنس ويجب على كل لعبي التنس معرفة الطريقة الصحيحة لأداء مهارة الضربة نصف الطائرة أداء الضربة نصف الطائرة ضرب الكرة في اللحظة التي تلامس فيها الأرض قبل ارتدادها للأعلى يهيئ الطالب المضرب ويمد يده باتجاه الكرة الصاقطة بعد أخذ المكان المناسب قدر الإمكان على أن يكون المضرب بوضع مائل إلى الأرض طيب شرح بسيط للمهارة نحن كان عندنا ضربة طائرة عندنا نصف الطائرة النصف الطائرة هي الكرة اللي قبل لا تلامس الأرض المضرب يكون يواجه معها الأرض قبل لا ترتفع مجرد منامسة الكرة للأرض أضربها طيب وش فرقها عن الأخرى الأخرى تكون كرة عالية أضربها بشكل خفيف هذه يمكن أصعب قليلا أمد يدي إلى أسفل حتى أستطيع ضرب الكرة ما تشابه مهارات إلا أن الضربة الطائرة مسقطة له لأنها غالبا الضربة هذه ألعبها بشكل خفيف حتى أيضا لا يستطيع المنافس اللحاق بالكرة فأنا لما تجيني كرة وتكون بعيد عني لازم أني أخذ خطوة لها أمد يدي للوصول لها وبشرط مجرد ما تلمس الكرة الأرض أضربها وهي منامسة للأرض أرفعها أكيد حتى أستطيع تعدية الشبكة أو تعدية الكرة للشبكة في لحظة منامسة الكرة لشبكة المضرب يقوم الطالب بدفع الكرة في الاتجاه المطلوب دفعة خفيفة يثني الطالب ركبتيه بحيث تكون الركبة في الساق المتأخرة قريبة من الأرض يعني معناتها عندي ثاني في الركبتين في ساق متقدمة عن الأخرى الساق اللي تكون متأخرة دائما تكون قريبة للأرض ليه؟ لأني رح أكون في وضعية نزول كامل ورح يضرب أو يلمس أو ينزل المضرب إلى الأسفل فأكيد أني ما رح أقدر أنزل بشكل مستقيم لا لازم أثني الركبتين أيضا في ركبة لازم تكون ملامسة للأرض أو مقاربة للأرض حتى أستطيع مد يدي واللحاق بالكرة لحظة ملامستها للأرض وأدفعها دفعة خفيفة أكيد أنه لما تلامس الأرض ما رح أستطيع أني أنقلها بشكل كبير لملعب المنافس في آخر الملعب أو في مكان محدد رح تكون عندي خيارات جدا محدودة فأحاول ألعبها في المكان أو عدم لا يستطيع المنافس اللحاق بالكرة فدائما اللعبة هذه تأخذها في توقيت مناسب إذا كانت الكرة أو المنافس أسقط الكرة بالقرب من الشبكة أنت تجري حتى تلحق بالكرة وأكيد مثل ما ذكرنا سابقا ما أمشي الخطوات الفرسي هي حركات لا إرادية تتطور أدائك في المهارة عندما مارستها بشكل أكبر فنحاول نجيب مثلا زميلي يرميلي الكرة وأحاول اللحاق ثم أثني الركبتين ثم ألعب الكرة عند مد يدي للأسفل لحظة ملامستها للأرض وأدفعها بشكل خفيف خلف الشبك أو في الاتجاه المطلوب حتى أكسب نقطة طيب عرفنا خطوات الضربة النصف طائرة وهي من الضربات الأساسية أيضا في التنس والمهارات الأساسية رح نتكلم على جانب مهم وهو قانون كرة التنس تلعب منافسات رياضة التنس بشكل فردي أي لاعب ضد لاعب أو بشكل زوجي أي اثنين ضد اثنين طيب تقام الممبرات من ثلاث أو خمس مجموعات ودائما للنساء ثلاث مجموعات والرجال حسب نظام البطولة كل مجموعة تتكون من ستة أشواط وفيما يلي بعض مواد القانون يعني كل مجموعة فيها ستة أشواط الشوط العادي تكون عدد النقاط فيه يتم إعلانها بدءا بما حصل عليه اللاعب المرسل أولا إذا أنا أحرزت نقطة تحسب لي خمسة عشر على طول لما يجيب المنافس نقطة تحسب خمسة عشر أيضا لما أحقق نقطة ثانية تحسب لي ثلاثين ويحسب لي المنافس خمسة عشر ولما يعادلني أكيد رح يكون ثلاثين النقطة الثالثة تزيد عشر نقاط فتصبح أربعين طيب خلونا نشرحها بشكل بسيط أنا مجرد أني أرسلت مثلا وكسبت نقطة على طول يسجل لي على اللوحة الأكترونية أنه خمسة عشر صفر اللاعب المنافس أتى بنقطة تكون خمسة عشر مقابل خمسة عشر بعدها جيتنا في نقطة أصبحت ثلاثين مقابل خمسة عشر وهكذا حتى تصل إلى أربعين إذا وصلنا إلى أربعين معناتها هنا أي نقطة أحرزها معناتها أنا أفوز وأكون واحد صفر وبكذا حتى أصل إلى ستة وأنهي مجموعة كاملة ثم نبدأ المجموعة الثانية سواء نظام البطولة ثلاث أو خمس معناتها في كل مجموعة ست نقاط أو ست أشواط الشوط الواحد يتكون من تقريبا أربع نقاط خمسة عشر ثلاثين أربعين ثم نقطة الشوط طيب هل هي في علم فقط أربع؟ لا ممكن تصل إلى المباراة أني أنا أكون أربعين واللاعب المنافس أربعين بهذه الحالة يفترض أنك تفوز بفارق نقطتين يعني إذا كنا كلنا أربعين لازم أفوز بنقطتين متتالية إذا طيب جبت أربعين ثم جبت نقطة ثم آت المنافس جاب نقطة كلنا نرجع إلى أربعين أربعين اللي هي نقطة شوط المباراة حتى يتمكن أحد المتنافسين أنه يجيب نقطتين متتالية ويفوز بالشوط ويصل بذلك إلى ستة حتى ينهي المجموعة طيب عندنا الشوط الفاصل أو كسر التعادل إذا وصلنا في المجموعة إلى ستة ستة أنا في ستة أشواط والمنافس ستة أشواط نلعب شوط فاصل الشوط الفاصل تختلف نقاطها تكون إذا حرزت نقطة واحد وإذا حرزت المنافس نقطة تصير واحد إذا جبت نقطة أخرى تصير اثنين والمنافس واحد وهكذا حتى نصل إلى ليفوز بسبع نقاط أولا وقلنا دائما بفارق إيش؟ نقطتين يفوز بالشوط والمجموعة وقد يمتد الشوط الفاصل لنقاط أخرى بعد تكرار التعادل أحيانا مباراة التنس خصوصا بين لعيبة محترفين وفي مستوى عالي وفي بطولات كبيرة تصل مباراة عددها بالساعات أحيانا يكون اللاعب يصل إلى ستة ستة في المجموعات الستة ستة هذه لازم واحد منهم في الشوط الفاصل يكون يتجاوز بفارق نقطتين يعني لازم يفوز بسبع نقاط وبفارق نقطتين أصبحت المباراة ستة ستة لازم أجيب ثمانية ستة أصبحت المباراة سبعة سبعة لازم تسعة سبعة ما في حل اسمه مثلا قرعة أو لا لازم لاعب من المنافسين يفوز بفارق نقطتين حتى لو استمرت المباراة إلى دقائق أكثر متى تعتبر الكرة في الملعب؟ تعتبر لحظة ضرب اللاعب المرسل للكرة بمضربه حتى تنتهي النقطة وتتقرر لصالح أحد اللاعبين إلا إذا كان هناك خطأ إرسال أو إعادة للنقطة لسبب ما لمس الكرة أحد خطوط الملعب يعتبر لمس الكرة خطوط الملعب لمست أرض الملعب الآخر الذي يحدده الخط أداء الإرسال عند الإرسال يجب أن يقف مرة يمين ومرة جهة اليسار بالتبادل بحيث يبدأ في بداية كل شوط بالجهة اليمنى أثناء تطبيق الشوط الفاصل مرة يرسل من جهة اليمين ومرة من جهة اليسار دعونا نشرحها على الملعب هنا لما نرى جهة اليمين لازم يرسل هذه منطقة الإرسال يا شباب شايفين؟ هذه أبطال منطقة الإرسال لما أرسل الإرسال لازم أرسله بالجهة التي يقف فيها اللاعب ثم أنتقل بالشوط الذي أرسل فيه أرسل للجهة اليسار في الشوط الفاصل إرسال أرسله من اليمين وإرسال أرسله من اليسار ويفترض أنه يكون هنا ودائما أنوه أن الخط هذا لا يحسب في اللعب الفردي فقط المساحة تحسب في اللعب الزوجي أخطاء الإرسال إذا ارتكب أي مخالفة للمادة 17 التي تكلمنا عنها وهي تبادل الإرسال من اليمين واليسار إذا أخفق في لمس الكرة بالمضرب يعني رفع الكرة حاول يرسل ولا لمس الكرة بالمضرب إذا لمست إحدى التركيبات الثابتة لجانب الشبك أو عصيان مباراة الفردي أو قائم الشبكة قبل أن تلمس أرض الملعب الآخر داخل مطقة الإرسال المخالفات هذه تكون تسمى خطأ إرسال هذه التبادل باليمين واليسار وتكلمنا عنها قبل قليل إذا أخفقت في لمس الكرة بالمضرب وأخيرا إذا لمست أحد التركيبات بجانب الشبك في الختام يا أبطال قانون التنس واسع جدا حتى نتمكن دائما من لعب أي رياضة بشكل جيد المهارة لا تكفي لأي لعب يفترض أن نتعلم الجانب القانوني نربطه في المهارات حتى نستطيع الوصول إلى مستوى عالي في أداء اللعبة وإن شاء الله نشوفكم أبطال دائما تمثلون المملكة في المحافل الخارجية أتمنى أنكم تكونوا استفدتم وستمتعتم معنا في درسنا لهذا اليوم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله